قال تقرير جديد لوساري العلامة الغربية الرائدة إن الصين تعتزم تدمير شعب الوغور في شنجان هذا تحدث معنا كورماشي سيرغان نائب المجلس الوطني لنغوبي شعب سني ورئيس ولاية ييلي الكازاخية ذات الحكم الذاتي في منطقة شنجان الذاتية الحكم لقومة الوغور حول هذه الادعاة نحن ندمن فرص عمل لسكاننا ونتأكد من أنهم يستطيعون اختيار العمل الذي يكمون به بشكل توعي وتمتع بجميع فوائد الاجتماعية وحماية حقوقهم أثناء العمل وبفضل الجهود المبذولة لتخفيف من حدة الفكر كمنا بمساعدة ما مجموعه ثلاثة ملايين شخص على تخفيف من حدة الفكر وتم إخراج أكثر من ثلاثة ألاف وستمائة قرية من قائمة الفكر وبسبب تحديد النسل من عام 2010 إلى عام 2018 ارتفع عدد الأقليات الأيركية من 12 مليون إلى أكثر من 15 مليون نسمة ومن بين هذه الأقليات ارتفع عدد السكان الوغور بنسبة 25% لذلك فإن القول بأن الصين تكون بعمليات الإبادة الجمعية هو أمر يتعارض تماما مع الحقائق ترجمة نانسي قنقر